مرحبا بكم في هذه الحصة والتي سوف أتطرق فيها إلى مجموعة من التمارين حول مفهوم الاستجابة المناعية الطبيعية الغير النوعية والتي تدخل ضمن درس مناعة الجسم إذن قبل ذلك قبل الشروع في إجابة عن هذه التمارين سوف أقوم بالتذكير بما يسمى بالاستجابة الالتهابية وأعراض هذه الاستجابة الالتهابية ثم مراحل ظاهرة البلعمة لاحظوا معي هذا الفيديو القصير إذن إصابة بجرح جلدي نتيجة شوكة ملوثة إذن لاحظوا معي هذه العناصر باللون الأخضر هي جراتيم تدخل هذه الجراتيم عبر هذا الجرح إذن هذا الحاجز الميكانيكي فشل في التصدي لهذه الجراتيم وأخص بالذكر الجلد إذن هذه الجراتيم التي تسللت عبر الجرح تؤدي إلى خروج كريات بيضة من نوع خاص ولكن هذه الكريات البيضة تمت إيهاجتها بفعل مواد كيميائية أفرزتها خلايا أو كريات بيضة تسمى الخلايا البدينة والتي تتواجد على مستوى الأنسجة وعلى مستوى اللمف والتي تمت إيهاجتها بطبيعة الحال بفعل هذه الجراتيم التي تسللت عبر الجرح إذن عند دخول هذه الجراتيم يتم تهيج هذه الكريات البيضة والتي سميناها خلايا البدينة تتواجد على مستوى الأنسجة هنا في هذه الحالة إذن هذه المواد الكيميائية أو الهيسامين يؤدي انتقالها إلى الدم إلى ما يسمى بتمدد الشعيرة الدموية إذن يحدث تمدد للشعيرة الدموية وارتفاع صبيب الدم بها إذن هذا التمدد يؤدي إلى خروج كريات بيضة من نوع خاص تسمى مفصصة النوات وهذه الكريات البيضة بطبيعة الحال من سهل خروجها هي كمية من البلازمة إذن المنطقة سوف تنتفخ نتيجة خروج البلازمة مصحوبة بالكريات البيضة المفصصة النوات ما الغرض من خروج هذه الكريات البيضة لكي تنتقل إلى مكان دخولها الجراتيم وتنعها من الانتقال نحو الدم أو إلى الخلايا إذن هذه الكريات البيضة سوف تقوم ببلعمة هذه الجراتيم إذن كتلخيص لهذه الظاهرة أو ما يسمى هذه الاستجابة المناعية الالتهابية والتي تعتبر طبيعية لأن الجسم يولد بهذه الاستجابة غير نوعية لأن هذه الكريات البيضة والتي سوف نسميها بلعميات هي موجهة للقضاء على جميع أنواع الجراتيم بدون تمييز نعم وبالتالي تبتلع هذه الجراتيم وتصدها لكي لا تنتقل إلى الدم والخلايا وبالتالي نتكلم عن مراحل في هذه الاستجابة الالتهابية إذن دخول الجراتيم يؤدي إلى تهييج الخلايا البدينة التي تفرز مادة كيميائية تسمى الهصامين هذه المادة الكيميائية سوف تؤدي إلى تمدد الشعير الدموية وارتفاع صبيب الدم بها بما يؤدي إلى ارتفاع محلي في درجة الحرارة ثم خروج عدد كبير من الكريات البيضة المفصصة النواة لكي تبتلع هذه الجراتيم وظاهرة تسمى البلعمة لا ننسى أيضا وجود المستقبلات الحسية التي نجدها على مستوى الجلد وكما رأيتمها في درس الجهاز العصبي إذن هذه المستقبلات الحسية تمت إيهاجتها أيضا بفعل تلك المادة التي أفرزتها الخلايا البدينة تتم إيهاجتها أيضا بفعل هذا الضغط الذي يولده هذا الانتفاق الذي حدث على مستوى هذه المنطقة والتي حدثت فيها ظاهرة البلعمة إذن مراحل ظاهرة البلعمة عفوا مراحل الاستجابة الالتهابية نجد الألم نتيجة إيهاجة المستقبلات الحسية بفعل مادة الهسامين وبفعل أيضا الضغط الذي ولدته البلازما والكريات البيضاء هذا الانتفاق كما قلت ثم أيضا الإحمرار نتيجة تمدد الشعيرات الدموية مكان الجرح وارتفاع صبيب الدم بها ثم هذا الارتفاع الصبيب الدموي يؤدي إلى ارتفاع محلي في درجة الحرارة والانتفاق نتيجة خروج البلازما مصحوبة بالكريات البيضاء مفصصة النوات لغرض ابتلاع هذه الجراتين ننتقل الآن إلى ظاهرة البلعمة ومراحلها إذا لاحظوا معي هذه البلعمية أو هنا كريا بيضاء مفصصة النوات تقوم بتتبيت هذه الجراتين بواسطة أرجل كاذبة تبتلعها فتتدخل أنزيمات هضمية لكي تحلل هذه الجراتين وبالتالي تطرح هذه البلعمية حطام هذه الجراتين كمثال لهذه الجراتين باكتيريات إذن مراحل ظاهرة البلعمة أول شيء تتبيت البلعمية للجراتين كالباكتيريات ثم ثاني شيء تتبيتها بواسطة أرجل كاذبة هي عبارة عن امتدادات سيتو بلازمية لهذه الكريات البيضاء ثم بعد ذلك ابتلاع هذه الجراتين ثم هضمها وبالتالي بعد هضمها يتم طرح حطام هذه الجراتين إذن الآن سوف ننتقل إلى بعض التمارين التطبيقية حول مراحل الاستجابة الالتهابية ومراحل البلعمة أو مظاهر الاستجابة الالتهابية وأعراضها ثم مراحل البلعمة نبدأ بالتمارين الأول تعبير رسوم تخطيطية تالية الإصابة بالجرح ثم تطور الجرح إلى خمجرطومي رتبها حسب تسلسلها الزماني إذن لاحظوا معي هنا الرسم الأول شوكة نلاحظ بعض العناصر التي تعبن عن الجراتيم وهذه الشوكة هي ملوثة لأن الوسط الخارجي ومليء بالجراتيم هنا نلاحظ شعيرة دموية داخلها نجد كريات بيضاء من نوع مفصصة النواة نجد أيضا حتى الكريات الوحيدة النواة لها القدرة على الإنسلال والخروج من جدار الشعيرة الدموية للتوجه نحو الجرطوم وابتلاعه وهنا كما تطرقت إليه الخلايا البدينة التي تفرز تلك المادة التي سميناها له السامين الرسم الثاني نلاحظ هنا ظاهرة البلعمة إذن هذه الكريات البيضاء تحيط بالجرطوم بواسطة أرجل كاذبة الرسم الثاني نلاحظ ظاهرة الإنسلال لا ننسى بأن هذه الكريات المفصصة النواة أو هذه الكريات البيضاء لهذه القدرة على الإنسلال والخروج عبر جدار الشعيرة الدموية مصحوبة بطبيعة الحال بالبلازمة قصد التوجه نحو الجرطوم ثم هنا الرسم الثاني يعبر عن تمدد الشعيرة الدموية مكان الجرح خلايا البدينة وهذه العناصر الكيميائية التي أدت إلى هذا التمدد والتي سميناها بالهيسامين إذن الآن سوف نحاول ترتيب هذه العناصر إذن في نظركم الرسم الأول هو هذا الرسم ثم تاني رسم إفراز الخلايا البدينة لمادة الهيسامين الذي سوف يؤدي إلى تمدد الشعيرة الدموية وبالتالي ما الغرض من هذا التمدد وارتفاع صبيب الدم لها قصد إخراج عدد كبير من هذه الكريات البيضاء والظاهرة التالية أو الرسم التالي هو ظاهرة الإنسلال ثم الرسم الأخير ظاهرة البلعامة التي قامت بهذه الكريات البيضاء إذن الرسم الأول مرحلة الأولى المرحلة الثانية المرحلة الثالثة ثم المرحلة الأخيرة حيث هذه الكريات البيضاء سوف تبتلع هذه الجراتب إذن هنا هذه الكريات البيضاء تميزت بخاصيتين الخاصية الأولى هي قدرتها على الخروج من جدار الشعيرة الدموية إنها ظاهرة الإنسلال ثم الخاصية الثانية قدرتها على ابتلاع الجراتب التي تحاول الانتقال نحو الدم والخلايا والظاهرة تسمى البلعامة تمرين ثاني رتب الأحداث التالية التي تعبر عن أعراض الاستجابة الالتهابية الانتفاخ، الإحمرار، الألم وارتفاع محلي في درجة الحرارة في نظركم أول حدث هو الألم لماذا؟ لأن دخول الجراتب يؤدي إلى تهييج الخلايا البدينة وإفرازها لمادة الهيسامين والهيسامين يؤدي إلى تهييج النهايات العصبية التي توجد على مستوى الجلد إذن الألم إذن بعد هذه المرحلة، بعد هذا الحدث، سوف تأتي ظاهرة أخرى إنها الإحمرار لماذا؟ لأن الهيسامين سوف ينتقل إلى الدم ويؤدي إلى تهييج الكوريات البيضاء على مستوى هذه المنطقة التي دخلت إليها الجراتب على مستوى الشعارات الدموية يؤدي ارتفاع صبيب الدموي على مستوى منطقة دخول الجراتب إلى إحمرار هذه المنطقة وارتفاع صبيب الدمي بها الذي يؤدي إلى ارتفاع محلي في درجة الحرارة الغرض من ارتفاع صبيب الدم هو خروج عدد كبير من الكوريات البيضاء لتصد هذه الجراتب وتبتلعها وبالتالي تخرج كمية من البلازما مصحوبة بالكوريات البيضاء والظاهرة الأخيرة والحدث الأخير هو الانتفاخ إذا لاحظوا معي الترتيب، الألم، الإحمرار، ارتفاع محلي في درجة الحرارة ثم الانتفاخ إلا أن هذه الأحداث تتم بطبيعة الحال بسرعة التمرين الثالث أضع علامات X أمام الاقتراح الصحيح يرجع الانتفاخ أثناء الاستيجابة الالتهابية لإهاجة المستقبلات الحسية مكان الجرح تمدد الشعرات الدموية خروج البلازما مصحوبة بالكوريات البيضاء مفصصة النوات ثم ارتفاع صبيب الدم مكان الجرح وبطبيعة الحال يرجع الانتفاخ نتيجة خروج البلازما مصحوبة بالكوريات البيضاء مفصصة النوات إلى مكان تسرب الجراتب قصد ابتلعها إذن السؤال أو الجملة GIM هي الجملة الصحيحة خروج البلازما مصحوبة بالكوريات البيضاء مفصصة النوات هو السبب الذي يرجع إلى الانتفاخ أثناء الاستيجابة الالتهابية السؤال الرابع رتب مراحل ظاهرة البلعمة حسب تسلسلها الزماني إذن هنا كما تلاحظون بلعمية وبكتيريا هنا بكتيريا داخل البلعمية داخل حويصلة مملوئة بأنظمات هاضمة الرسم الثالث يعبر عن طرح هذه البلعمية لحطام الجرثوم لحطام البكتيريا ثم الرسم الأخير يعبر عن تثبيت هذه البكتيريا بواسطة هذين الامتدادين الذين يسميان أرجل كاذبة إذن بطبيعتها أول رسم هو كالتالي ثاني رسم هو مرحلة التثبيت ثالث رسم هو مرحلة الإبتلاع إبتلاع الجرثوم إذن هنا سوف نكتب مرحلة إذن هذه هي المرحلة الأولى المرحلة الثانية أرجل كاذبة قامت بتثبيت البكتيريا المرحلة الثالثة هنا إبتلاع البكتيريا ثم المرحلة الأخيرة هذه طرح الحطام إذن المرحلة الأولى المرحلة الثانية المرحلة الثالثة ثم آخر مرحلة هو طرح حطام الجرثوم السؤال الخامس تمثل الرسم التخطيطية التالية الإصابة بجرح وتطور جرح إلى خمج جرثومي إملأ الخانات بما يناسب إذن لاحظوا هنا شوكة ملوثة أدت إلى دخول جراتيم داخل الجلد إذن بالتالي شوكة ملوثة جراتيم هنا نجد على مستوى الجلد مستقبلات حسية ثم هنا شعيرة دموية إذن الإصابة بجرح الجزء العلوي من الجلد الذي يسمى البشرة ثم الجزء العميق من الجلد الذي يسمى الأدمة هنا نلاحظ انتفاخ المنطقة وهي أحد أحداث الاستجابة الالتهابية وأحد أعراض الاستجابة الالتهابية ثم ما يسمى بتطور الجرح إلى خمج جرثومي إذن والإجابات هي كالتالي نهايات أو مستقبلات حسية على مستوى الجلد التي تتم إهاجتها دخول جراتيم عبر هذه الشوكة وبطبيعة الحال إنها شوكة ملوثة عرق دموي إذن هنا نلاحظ كريات حمراء كريات بيضاء الإصابة بالجرح لم تظهر بعد أعراض الاستجابة الالتهابية الجزء العلوي من الجلد بشرة الجزء العميق من الجلد أدمة ثم انتفاخ الجرح ثم نلاحظ تمدد الشعيرة الدموية خروج البلازمة مصحوبة بالكريات البيضاء مفصصة النواة التي تبتلع الجراتيم وهنا نتكلم عن أعراض الاستجابة الالتهابية إذن نكتفي بهذا القدر وتابعوني في سسلة جديدة من تمارين حول الاستجابات المناعية ومفاهيم أخرى شكراً وإلى اللقاء